أهلا بكم في آخر فقراتنا لهذا الصباح أثار قرار النائب العام حجب 12 موقع إلكتروني صحفي فلسطيني غضب الوسط الإعلامي لما اعتبروه مخالفا للقرارات والاتفاقات الداعمة لحرية الرأي والتعبير خاصة بعدما وصل القرار تبعا للشركات المزودة لخدمات الإنترنت في هذه الفقرة نبحث دور النقابة نقاب الصحفيين في التعامل مع هذا الموضوع مع مسؤول الإعلام في نقابة الصحفيين الأستاذ عمر نزالي سعيد صباحا سعيد صباحا يعني في البداية الصحافة الإعلام والصحافة هي سلطة رابعة وأيضا هي منبر للتعبير عن الرأي وكمان تعتبر تسمح للناس لحتى ياخدوا المعلومات من مصادرها المختلفة أي شيء يجعل أو أي شيء الأسباب يجعل النائب العام يقرر يحجب 12 موقع صحفي فلسطيني أعتقد بشكل أساسي هو الجهل الجهل في أهمية دور الصحفي والإعلام ليس فقط للصحفيين والإعلاميين بل للمواطن وهذا ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني وضمان حق المواطن بالوصول إلى مصادر المعلومات والإطلاع على الأراء المختلفة والتالي الأراء المختلفة تعني التعددية وتعني وجهات نظر سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة وهذا ما هو موجود في واقع الحال وعندما يكون النائب العام بحجب بعض المواقع هذا يعني إلغاء لحق المواطن بهذه التعددية وهذه المصادر المختلفة ولو كان هناك استناد حقيقي إلى القانون الأساسي الفلسطيني لم اتخذها مثل هذا القرار ولكن من الواضح أن هناك من لا يعلم بأن بأهمية وخطورة اتخاذ مثل هذه الكرارات وهي بالمناسبة ليست 12 مبارح وصلت إلى 22 موقع هناك ثلاث قوائم مختلفة يعني بالرغم من ردود الفعل يعني للناس صحيح ما زال الشيء مستغل هناك استمرار في هذا النهج للأسف ومواصلة لهذا التوجه يعني بالنسبة لهذا القرار يعني وما بعده ما هو دور نقاط الصحفيين بشأنه وأيضا كيف سترد على هذا القرار نقاط الصحفيين طبعا هي الحامي لحرية الرأي والتعبير وهي المدافع عن حقوق الصحفيين وعن حق الناس بالوصول إلى مصادر المعلومات منذ اليوم الأول أصدرت بيانا أدانت فيه هذه الخطوة وطالبت النائب العام بالتراجع عن كراره وإعادة إطلاق هذه المواقع كنا ننتظر حتى يوم أمس وتم تحديد موعد الاجتماع سيعقد بعد قليل بين الأخ النقيب والنائب العام للبحث في هذه المسألة ونتأمل أن يتم حلها وتراجع عن هذه الكرارات ولكن إن لم يتم ذلك فللنقابة أدوار أخرى يوم أمس كان هناك لقاء مع طاقم محامين في نقابة الصحفيين للبحث في إمكانية التوجه إلى محكمة العدل العليا الفلسطينية والطعن في هذا الكرار بالإضافة إلى خطوات نقابية أخرى قد تكون هناك وقفات واعتصامات أمام موكر النائب العام أو جهات أخرى ذات علاقة بالنسبة لاجتماع أمس النتائج والتوصيات التي تلعط فيها اللجنة وكمان لو تحدثنا عن اجتماع اليوم كذلك بعد نيابة اجتماع الأمس أكد بأنه قابل أن تتخلى عن دورها واستابع هذه القضية بمختلف الطرق ومن ضمنها كان البحث في الجانب القانوني تحديدا كون هذا الكرار يخالف القانون الفلسطيني إذ ليس من صلاحيات النائب العام اتخاذ مثل هذا الكرار هذا الكرار وفقا للقانون محسور في المحاكم الفلسطينية بإمكان النائب العام كان تقديم شكوى لأي محكمة ومن ثم المحكمة هي التي تبحث وتكرر ولكن النائب العام اعتدى على القانون الأساسي اعتدى على صلاحيات غيره وهذا بكل بساطة يتم إسقاطه في محكمة العدل العليا ولكن هذه المسألة بحاجة لبعض الإجراءات إذا لم تحل هذه المسألة اليوم في الاجتماع سنبدأ منذ هذا اليوم بإجراءات التوجه إلى المحكمة العليا يعني بجانب أنه مخالف القانون الفلسطيني يعد مخالف أيضا لحرية الرأي والاتفاقات الدولية بخصوص حرية الرأي والتعبير وكذلك حرية الصحافة فما تعليقك على هذا النوضع؟ هذا المؤسف نحن نسمع باستمرار كلام من المستوى السياسي من السيد الرئيس محمود عباس من رئيس الوزراء بأن حرية الصحافة في فلسطين سكفها السماء وهم أكدوا لنا في أكثر من لقاء على ضررة رفع سكف الحريات الإعلامية الرئيس محمود عباس وقع العام الماضي كان أول رئيس عربي وقع على وثيقة حرية الرأي والتعبير في الوطن العربي ولكن عندما نرى مثل هذه القرارات هذا عمليا مناقض ومخالف لكل هذه التعهدات اليوم هذه التعهدات على المحك على المستوى السياسي أن يوقف هذه المهزلة التي تحصل وأن يلزم نائب العام بالتراجع عن مثل هذه القرارات بعض الأشخاص على مواقع تواصل اجتماعي بعد القرار يعني هاجمت الشركات المزودة للإنترنت لالتزامها بقرار النائب العام فهل تعتقد أن هذه الشركات فعلا هي لا يحق لها الاعتراض على هذا القرار؟ نحن بحثنا في هذه المسألة من الجانب القانوني الشركات المزودة لخدمة الإنترنت ملزمة بالاستجابة لقرار النائب العام ولكن بإمكانها أن تطعن فيه من خلال القضاء بمعنى لا تستطيع أن تكون لا نريد أن ننفذ هذا قرار نائب عام بالنسبة لهم بإمكانهم أن ينفذوا وبإمكانهم بنفس الوقت التوجه فورا إلى محكمة العدل العليا كونهم كانت تلكوا قرار غير قانوني وغير دستوري ووفق ما علمنا أمس بأن بالفعل بعض الشركات تنوي التوجه إلى المحكمة العليا لإسقاط هذا القرار وهذا القرار عمليا هو يضرب شركات توزيع خدمات الإنترنت وبصراحة هو يدفع المواطن الفلسطيني للبحث عن البدائل الأخرى بمعنى البحث عن المزودين الإسرائيليين وهذا متاح كلنا نعرف بأن شركات الخلية والإسرائيلي يعني يلتقط خدماتها في كل مناطق الضفة الغربية وبتالي هي عملية حتى من الناحية الاقتصادية مضرة وتدفع المواطن الفلسطيني لخياراته ولا يريدها من ضمن كذلك ردود الفعل بالنسبة للأشخاص العاديين كمان الصحفيين قرروا أنهم يطلقوا حملة ضد هذا القرار بعدا عن عباءة النقابة فما رأيك في هذا الموضوع؟ ما رأيك بدور الصحفيين كذلك في الضغط لاسترجاع المواقع الإخبارية؟ نعم هناك مجموعة من الصحفيين الناشطين الذين بدأوا بالتداول فيما بينهم للقيام بفعاليات مختلفة وهذا ليس بعيدا عن النقابة النقابة هي جزء والنقابة بالعكس تشجع إطلاق مبادرات من الصحفيين وهي جاهزة للاستجابة لها بعض المقترحات التي خرجت قد لا تتوافق مع توجهات النقابة مثل مثلا الدعوة لتنظيم اعتصام أمام الشرطة الأوروبية نحن لا نعتقد بأنه يجب اللجوء للخارج أو لأي جهة أوروبية للاستقوى بها على شأن فلسطيني داخلي ولكن ما عدا ذلك من مقترحات نحن جاهزون لها كنقابة وهي اقترحات بالفعل بناءة وعملية بعض أصحاب مواقع الإنترنت تقدموا بشكاوى لجهات دولية وتم الاستجابة لهذه الشكاوى وصلت إلى مفوض حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة وباعتقد أن اليوم سيشهد إحدى الجلسات في مجلس منظمات حقوق الإنسان للبحث في هذه المسألة وإدانة السلطة الفلسطينية على مثل هذه الخطوة لأن العالم لم يعد يقبل مثل هذه المسائل وبالتالي هذا يسيء للسلطة الفلسطينية يسيء لسورة الشعب الفلسطيني عموما ويعني أين تكمن خطورة هذا الموضوع وخاصة بوضعنا الخاص إحنا كفلسطينيين يعني بجانب كل الضغوطات اللي بتعرضها للشعب الفلسطيني وعدى عن انتهاكات الاحتلال للصحفيين أصبح هناك انتهاك آخر داخلي من قلب فلسطين فما هي خطورة هذا الموضوع داخلي أنه حتى إصاله للعالم الخارجي؟ نعم هذه مسألة مهمة باعتقادي بالنسبة لنا كنقابة صحفيين عندما نقدم للعالم بأن الاحتلال هو المنتهك والمعتدر رئيسي على حقوق الصحفيين ونذهب بذلك إلى المحافلة الدولية وندين إسرائيل على اعتقالها للصحفيين وعلى إعاقتها لعمل الصحفيين العالم يسمعنا ولكن اليوم العالم سيكون لنا أنتم تنتهكون حقوق الصحفيين قبل غيركم هناك صحفيين معتقلين للأسف حتى هذا اليوم لدى السلطة الفلسطينية زميلنا ظاهر الشمالي معتقل منذ 13 يوم في غزة أيضا الزميل أحمد جراد معتقل منذ 14 يوم يوم أمس كان هناك استدعاء لصحفي آخر في غزة والزميل حسن خضر هذا كله يسيء لصورة فلسطين يسيء لنضال النقابة باتجاه صد ومنع الانتهاكات الإسرائيلية لأنه يساوي في هذه الحالة بين الاحتلال وبين السلطة الفلسطينية وهذا عمليا غير دقيق صحيح طبعا بالنسبة للانتهاكات هل كثفت سلطات الاحتلال انتهاكاتها ضد الصحفيين الفلسطينيين؟ نعم بكل تأكيد للأسف هذه وطيرة الانتهاكات هي في تصاعد مستمر نحن خلال العام 2006 نتحدث عن 557 انتهاك واعتداء على الصحفيين هذا رقم عالي جدا خلال هذا العام في الربع الأول من هذا العام كان هناك 101 اعتداء على الصحفيين الفلسطينيين وهذا أيضا رقم عالي جدا وهذه الانتهاكات متنوعة ومتعددة وتأخذ باستمرار أشكال عديدة وهي لا تتوقف عند حد فقط يوم أمس شهدنا الاعتداء على صحفيين بالكدس وهذا يجري باستمرار طبعا الصحفيين المقدسيين والصحفيين في الخليل كونهم في مناطق احتكاك هم أكثر من يتعرض لهذه الاعتداءات الإسرائيلية أستاذ عمري كيف تقيم الوضع الصحفي الفلسطيني في ظل الهجمات الشرسة التي يتعرض لها سواء من الاحتلاء وحتى بالنسبة للقرار الذي صدر في الأون الأخير باستمرار نحن كل الصحفيين في العالم يبحثون عن تحسين أوضاعهم وعن تحسين حقوقهم وعن تحسين واقعهم المعيشي ونحن كنقابة كنا نفكر بهذا الاتجاه ولكن حجم ما يتعرض له الصحفيين من ضغوط وانتهاكات سواء من الإسرائيليين أو من السلطة أو من حماس في قطاع غزة عمليا يبكي النقابة في حالة توتر دائم ومستمر فقط لصد هذه الأجمات وهذا يجحف بحقوق الصحفيين الأساسية ويجعل النقابة لا تهتم بهذه المسائل الحياتية للصحفيين تحسين رواتب عقود عمل جماعي إسكانات كل هذه الامتيازات التي يجب أن نعمل عليها عمليا نحن غير قادرين على العمل عليها وبالتالي هذا يؤثر على الصحفي وأداء وعلى كل الصحفيين عموما ومن جهة أخرى هو يؤثر بالفعل على مستوى حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية هناك خوف باستمرار من قبل الصحفيين من قبل النشطة وسائل التواصل الاجتماعي من قبل السياسيين حتى من إبداء أي وجهة نظر كالتكيون مخالفة للسياسة الرسمية للسلطة الفلسطينية وهذا مجحف بحقنا جميعا بالتأكيد طبعا يعني هو الإعلام مسؤوليته كبيرة جدا ولكن هو بيحتاج لأنه يكون محمي يعني هو منبر أساسي ومش من حق أي حدا أنه يحجب أي معلومة وأي مصدر ممكن تكون لأشخاص هي مصدرهم المصدر الأساسي لإلهم فبالتالي ما دام فيه هناك حرية إعلام حرية رأي حرية صحافة وعدم انتهاك للصحفيين مقدر أنه فعلا يكون فيه نهوض حقيقي لأنه الإعلام هو مرآة الشعب وإذا كان الإعلام منتهك أو فيه يعني ضغوطات عليه وهجمات عليه فبالتالي الشعب أكيد رح يتأثر لأنه يعني رسالة الأقوى لحتى يوصل صوته للمواطن مدام فيه انتهاك للصحفي فيه انتهاك أكيد للمواطن شكرا هذا صحيح يعني حق المواطن الأساسي هو الاطلاع على معلومات من مصادر مختلفة هذا ينمي الإبداع ينمي العطاء ينمي الانتماء للوطن هذا كله للأسف عندما تنتهك حرية الصحافة يؤثر بشكل سلبي على كل المجتمع ولكن واضح أن المستوى السياسي وربما الأمني لا يدركون مخاطر ما يجري في هذا الصحيح يعني نتمنى أنه يرجع الوضع يعني زي قبل أو أحسن حتى وإن شاء الله عنجت نحل هذه المشكلة شكرا كثير لك سيد عمر نزال مسؤول الإعلام في نقابة الصحفيين شكرا إلى هنا قد انتهت حلقتنا لهذا الصباح مني ومن تاقم العمل كل الشكر على حسن المتابعة نتمنى لكم النهار جميل وأيضا برفقة عائلتكم وأصدقائكم وأفتار الشهي إلى اللقاء موسيقى